اشتركوا في القناة هتستمتع بيها ان شاء الله لما تشوف الجوز الاول والتاني من هذه القصة لكن في عجالة بوبي فشير استطاع ان يفوز ببطولة العالم عام 1972 وياخد اللقب من الروس ويروح بيه امريكا انا بطل العالم للشطرنج طب يا فشير في سنة 75 تعال بها العب على اللقب بشروطي طب احنا مش موفقين على شروطك مش لاعب خلاص انت حر اتفلأ احنا هنعتبر ان اللي هيفوز بمرشحين 1974 هو بطل العالم وانت مش عايز تلعب انت حر اللي يفوز بهذه المرشحين يكون كاربوف اناتولي كاربوف وتفاصيل ازاي هو فاز انا احكيتها في القصة من قبل والمعارك النفسية اللي حصلت بينه وبين بطل قصتنا فيكتور كورشنوي فيكتور كورشنوي النهاردة هنتكلم شوية في القصة وهنحكي شطرنج على لسان كاسباروف مباراة من امتع ما يكون وهتدخلك في المود وتفاهمك حقيقة بطولة العالم عام 1978 وازاي كانوا بيحاربوا فيكتور كورشنوي فيكتور كورشنوي في اخر فصل في كتابه شطرنج حياتي بيقول ان كل الاتهامات الحقيرة التي وجهت الي ولم اعطى اي فرصة للرد عليها احدثت تغيرا في قلبي حاجتي دوما للخضوع للاتحاد السوفيتي اشعرتني دائما بالظلم وبالرغم من كوني شخص حرا في اعتقاداتي وتفكيري الا انني كنت دوما متحفظا تزوجت مرة واحدة امضيت حياتي كلها في مدينة واحدة وفضلت العمل دائما مع مدرب واحد لكن في ديسمبر عام 1974 ادركت ان طبيعاتي الشخصية لو انا فضلت على هذه الطبيعة لن احدث تغيرا جزريا في حياتي الاتحاد السوفيتي كان دائم الضغط علي وشعرت انه بمجرد ان يقل مستوى لعبي سيدمر مستقبلي تماما عدت افكر ايه الطريقة الافضل لان اختارها بحيث ما يبقاش الموضوع مؤلم ولا صعب علي واسيب الاتحاد السوفيتي ده اطلب فيزا لمكان معين وامشي يعني اطلب ان انا اروح مكان معين بفيزا ولما ياخدوني امشي ومرجعش تاني ولا اعمل ايه تم ارسالي في بطولة في هاستينجز هاستينجز دي على ما انا قرأت يعني في هولندا واديت زوجتي واصدقائي فكرة ان انا احتمال مراجعش وكانوا متضايقين جدا ومش موافقيني مفهموش ظروفي زي ما انا حاسس بامتي يا جماعة ده كلام بقى انا اللي بقولولك دلوقتي انت مش قادر تحس او مش قادر تتخيل الراجل ده كان بيفكر ازاي اهو كبير شوية اربعيناتي دلوقتي بطل العالم الحالي أناتولي كاربوف عشريناتي الاتحاد السوفيتي بيقوله كفاية عليك كده سافر لعب بطرطل بنبعاتك فيها وانتهت ما تفكرش في موضوع انك تبقى بطل عالم وتوجع دماغنا وهو جوا طاقة حياة انا عاوز العب انا ما متش انتو بتدفنوني بالحياة ليه انا في مجهود وفي طاقة وفي مستوى كوروشنوي زي اسمه ايه بول كيرس الاتنين دول على مستوى التاريخ بيسموهم ابطال العالم الغير متوجين رجل في مستوى بطل عالم بالزبط ليه تدفن بالحياة وتقول ما تلعبش تاني في المرشحين ولو لعبت هنام يعليك عقوبات بطريقة تخلي خلاص هو كاربوف بطل العالم وهو لو حد تاني يحاول يبقى بطل العالم هيحربه ويكسبه انت خلاص كبرت وعجزت ارحمنا صاحبنا سافر يا جدعان الى البطولة اللي موجودة في هولندا في امستردام وعمل نتايج جيدة جدا ورغم ان هو كان شاف ان اداءه مش جيد اللي انه ساعات يطلع الرابع في البطولات ساعات يطلع الاول في البطولات وبيقولك ان في اخر البطولة قبل يعني البطولة ما تنتهي بيوم او في اليوم الاخير من هذه البطولة المفروض الساعة سبعة مساء اروح السفارة الروسية او السفارة بتاعت الاتحاد السوفيتي ودي تقرير عن ادائي في البطولة علشان هرجع الاتحاد السوفيتي من هولندا ما رحتش وما ادتش التقرير وفي اليوم اللي بعده انا رحت على مركز البوليس او البوليس ستيشن اللي موجود في امستردام وطلبت منه اللجوء السياسي وترك الاتحاد السوفيتي والانفصال عنه وعدم لعب الشطرنج تحت راياته مرة اخرى تحت راياته مرة اخرى كان هذا اللجوء السياسي بمثابة صفعة على وجه الاتحاد السوفيتي طبعا الاتحاد السوفيتي كان له رد فعل عن هذا الذي حدث رد فعل عن هذا اللجوء السياسي بعد عشرين يوم الاتحاد السوفيتي من هذا القرار اللي اخده ومعرفة اللجوء السياسي الذي حدث اخرج الاتحاد السوفيتي اعلانا رسميا وبعدها باسبوعين او بعشرين يوم كمان تم كتابة خطاب بواسطة الجراند ماسترز السوفيتي ولكن كورشنوي كان شايف ان هذا الخطاب مزيف او ملفق كان مكتوب فيه ان كورشنوي لم يستطع ان يثبت نفسه شطرنجيا وبالتالي احنا بدأنا نبعده عن البطولات ونبعده عن الشطرنج الكمبيتتف لان هو مستوى بقى قليل ومضي على هذا القرار او هذا الخطاب العديد من الجراند ماسترز اللي تفاجئ انه شاف اسميهم فيها بيقول كثير من هؤلاء الناس اللي مضيين انا اكلت معاهم عيش وملح او على حد قوله بريد ان بطر خبز وزبد وكتير منهم شاركت معاهم الاذكار الشطرنجية على مدار عشرين سنة وزعلت قوي ان هم خانوني ومضوا ده لو فعلا مضوا لاني تأكدت ولم يذكر الاسم لكنه قال لاني تأكدت ان احد اللي مضيين دول لم يعرف اي شيء عن هذا الخطاب واي شيء عن المكتوب فيه وبالعكس كان ايضا يعارض احيانا لاتحاد السوفيتي يعني كان هذا هو ملخص اخر كلمتين قالهم في الشابتر الاخير من هذا الكتاب بالرغم من ذلك انا بيقوم معيني دليلا لاثبات ان واحدة منهم لم يرى هذا الخطاب ولم يعلم اي شيء عنه ومع ذلك كان اسمه ضمن الموقعين ومع هذا الخطاب تأكدت ان اللجوء السياسي كان صحيحا لم اكن اعلم كيف سيكون مستقبل الشطرنجي لكني اعلم انني لن استطيع العيش في نظام يحرم الناس من احترامهم لانفسهم ويغادر كورشنوي الاتحاد السوفيتي ويفوز ببطولة المرشحين عام 1977 ليقابل كاربوف في بطولة العالم عام 1978 لن اذكر لك اي تفاصيل عن هذه البطولة في هذه الحلقة عارف ليه معظم الناس اللي بتحلل بطولة العالم عام 1978 بيبدأوا بالمباراة رقم 8 انا هعمل كده الحلقة الجاية النهاردة انا هجيب لك المباراة رقم 5 رقم 5 دي مباراة نادرة محدش بيتكلم عنها لانها طويلة جدا لكنها ستعلمك الدنيا ماشية ازاي في البطولة دي الناس المفروض بيلعبوا بطولة طويلة اعتقد اللي يجيب 6 مكاسب اولا هيبقى بطل العالم والتعدلات مش محسوبة اول اربع مباريات اتعدلوا الفريق بتاع كاربوف كان 3 اربعة جراند ماسترز وصحابه وهم دول الفريق بتاع كورشنوي كان 3 اربع جراند ماسترز اصحابه منهم انجليز كاربوف جايبه اسطول من الاساتذة منهم تال وبرونشتاين ناس كتير جمدين اوي هبقى احكيلك عنهم التفاصيل في الحلقة الجاية ان شاء الله لكن ما ينفعش نفوت المباراة رقم 5 فرجع ظهرك لورا لو سمحت واعتدل في جلساتك ويلا بينا لو انت معايا لحد دلوقتي فانا بشكرك وبشدة واتمنى ماكنش طولت عليك هذه المباراة رقم 5 من بطولة العالم للشطرنجة عام 1978 كورشنوي يلعب بالقطع البيضاء بعد اربع تعادلات تعالوا نشوف الجولة رقم 5 كورشنوي يلعب C4 ماينفعش تسبني وتمشي المباراة دي ممتعة انا ماعرفش المباراة دي مش اخده حقاها ازاي ولو هي مش ممتعة ماكنش كاربوف في كتابه اسلاف العظام يجبها اول مباراة يتم تحليلها في هذه البطولة نايت اف سيكس دي فور اي سيكس نايت سي ثري بيشيب بي فور هذا مايعرف بيل نيمزو انديان ديفينس كلمة ديفينس يعني لسود اللي اختار يعني التفريع اللي سود اللي هيلعبه يعني دلوقتي مثلا بدأ واسق دي اسمها انجليش اوبنينج بافتتاح لانجليزي سي فور نايت اف سيكس يعني سمح لي بدي فور شكرا خلاص رجعنا للمين لاين بدأين في الوسط خد بالك ان نايت اف سيكس منعت الاي فور دي فور لعبت الان وعليها اي سيكس نايت سي ثري انفايتنج يعني داعيا اياه ان يلعب بيشيب بي فور او النيمزو النيمزو سمي على اسم اللي اخترعوا او اللي طوروا مستر نيمزوفيتش اللي كتب كتاب ماي سيستم وهو احد المودرن ديفينسيز اللي هما الدفاعات الحديثة التي تتحكم في الوسط من خلال الضغط بالقطع مش بالبيادة يعني بحرمك من انك تلعب اي فور دلوقتي عشان هلعب حصان في بيدك وخبال سيادتك يعني مسيطر على الوسط اه بس بقطع مش ببيادة يعني مش 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 على قديم وهلعب دي فايف ومنعك تاخد ال اي فور واخبالك ماشي لا هربط كان ممكن ده مايحصلش لو نايت اف ثري تلعبت ساعتها الكيش دي اه دفاع اخر اسمه بوجو انديان بدون دخول في التفاصيل نايت سي ثري بيشيب بي فور والان اي ثري عاوز تعوجني تعوجني بواستلي قلبة يادي بس مش فرقة عارف ليه معي امتياز في لين ومحرقتش حتى نقلة اقولك هو الفيلده جاي يعمل ايه فتكسر محرقتش حاجة وممكن الفيلده يطلع يلعب على الوطر ده ويضايقك فا اي ثري عادي سي فايف ضربنا الوسط الان نايت اي تو عاوز تاكل هرجع اكل بالحصان وبيدقي ما بزتش دي فايف خلص انا هشارك في الوسط اي ثري سؤال في منتهى الاهمية والان تم التخلص من امتياز الفيلين يعني امتياز الفيلين اللي كانوا عند الاسود اتخسروا مقابل ايه ده مقابل بيدق في بيدق لو اكلت بالوزير هاخد عليك تيمبو قوي ولو اكلت بالبيدق يبقى انا عملتلك بيدق معزول بهذا الشكل لو اول مرة تسمع عن كلمة بيدق معزول او ايزوليتد كوين بون او ايزولاني فهذا هو البيدق اللي ملوش اي حد من البيدق اللي حواليه من اخواته يحميه فهو بيدق ضعيف في النهايات يعني لو كسرنا كل القطع يمكن الضغط على هذا البيدق واسقاطه لكن في الميدل جيم البيدق ده is an attacking device جهاز هجومي يستطيع بواسطته يعطي options واختيارات اكثر لقطع الابيض مثلا لو الحسن ده كان هنا مثلا ممكن يقفز في حماية هذا البيدق دايما كمان دي 5 ممكن تيجي بتهديدات هنشوف في المباراة knight c6 ضغطا على البيدق بشبهة هنا تبيت تبيت والان b6 محاولا لعب بشب b7 والتحكم في المربع اللي قدام البيدق المعزول دايما لو انت بتلعب ضد البيدق المعزول عاوز ان البيدق ما يدفعش لا يتخلص الابيض من اضعافه بانه يدفعه ويكسره في البيدق ده وخلاصه يبقى الشكل ايكول الى ان تذهب الى النهايات queen d3 لعبت ويقول كاسباروف ان بعد المباراة يعني حللنا ان queen f3 كانت افضل بالضغط على هذا الحصان وبعد بشب b7 نلعب بشب ها هنا عادي جدا جدير بالذكر ان هذا الحصان لا يستطيع ان يهجم بفكرة ان الفيل هيضرب الوزير ان الفيل ببلاش فحاجة زي queen دلوقتي يحمل فيل والان يتزعزع هذا الوزير ويتزعزع عشان الحصان ده لو يتحرك نبدي متات نايت e7 بيشب بيشب g6 بيشب تيكس بون تيكس والان الرخ تيجي بحيث لو اكل يديله فيل فيبيدق وياخد الوزير فيل في الحصان مش فيل فيبيدق الرخ التانية تيجي والرخ دي تيجي والشكل افضل قليلا الى الابيض لكن queen d3 لعبت في المباراة وعليها بيشب b7 روك a d1 h6 وهنا فكرة جديدة يتم استخدامها في هذا الشكل f3 علامة استفهام علامة تعجب يعني interesting move نقلة تستحق الدراسة نايت e7 كل القطع دلوقتي بتبص على المربع بتاعة d5 وهوضح هنا بلوك قطعة تسد الطريق في وجه بيدا d4 مش بقى فتوهي فكرة f3 ايه ما قلتلكش هي فكرة جديدة و interesting وبتاع ما قلتليش فكرتها فكرتها ان انا اسحب الفيل وحاول اربط من هنا كمان لو عاوز احط الحصان في منتصف الرقعة بحيث لو اكل اكل بالبيدق وافتح الفايل ده للرخ تهاجم ويبقى عندي بدائين في الوسطى اقوية يدعمه دفعة d5 نايت e7 بيشب f2 نايت جاء في منتصف الرقعة والان سحب الفيل الوراء يمكن يغير وجهته ويهدد متات نايت f4 هات الوزير كوين d2 هات الحصان الحصان يعود مغلقا هذا الوتر والان بيشب b1 على اي حال كوين d7 تجيب الفكرة الوحيدة للهجوم دلوقتي من فضلك واقف الفيديو وفكر هاعتبر ان سيادتك فكرت وارجعت الاولى على الانجين النقلة التي تستحق علامة تعجب من كاسباروف ويلعبها كورشنوي H4 وبيقول عليها الوحيدة التي تحافظ على مبادرة الابيض انه يكمل هجومه انه يبقى عنده تعويضة عن البيدق الضعيف معا فيلين قويين وبدأ يلعب على فكرة هجوم على الملك الرخي تأتي في منتصف الرقعة والن H5 نايت F8 والفيل بيشب H4 احد افكار ال F3 بيشب F2 بيشب H4 رابطا هذا الحصان تلعب ايه لو كنت مكان كاربوف احسن نقلة على الانجين نقلة دفاعية F6 بيقولك لو لعب نقلة ناتشرال زي انه هو يجيب الرخي اللي لسه ما لعبتش تلعب على فايل مفتوح D5 نقلة قوية ومديها علامة تعجب لو اكلت مثلا ففي ربطة فت هنا انا قديتك البيدق المعزول تخلصت من البيدق لكن خدت مبادرة قوية بتضغط على هذه الربطة لو انت عملت حاجة زي كده في Queen F4 قوية وهذا الحصان يمكن كمان شوية ييجي كده ما تقدرش تاكل وبعدين ينط هنا مين اللي دعم هذه القفزة هذا الوزير فالوضع هنا جيد جدا بالنسبة للابيض ولذلك F6 لعبت مانعة كل هذه الافكار دلوقتي لو دفي على البيدق اعتقد نايت تيكس وانتهت القصة يعني D5 نايت تيكس بدأ ببلاش بدون اي تعويض نايت E4 لعبت الان نايت D5 جي فور مساحة روخ جت والان بيشب جي 3 كل القطع دلوقتي بتبص على هذا المربع اذا تم غرس هذا الحصان في D6 سيصبح مزعج جدا بيشب A6 الفيل ما عدش بيعمل حاجة على هذا الوطر ويبحث عن وطر اخر روك F E1 لان روخ كانت متهددة والان روك C6 مهمة لمعنى هذا الحصان من الولوج الى مربع D6 روك C1 تعال انكسل لو سمحت والان نايت باكت E7 الفكرة كشف ضغط على هذا البيدق يعني بيضغط على البيدق ده عاوز ياخده يتم الان تكسير زوج من الارخاخ بهذا الشكل ايضا نايت تيكس كانت موجودة ولكنها مش احسن حاجة علشان نايت D6 الان مسموحة كوين سي 7 مثلا كوين F4 طبعا كوين سي 7 عشان يأكل كوين F4 مش ماشي من هنا والابيض افضل قليلا لكن كوين سي 6 كوين تيكس مش نايت تيكس هي الافضل والان بيشب A2 يرجع الثاني بعدما الF6 اتلعبت اصبح مربع الE6 ضعيف كوين D7 حماية بزيادة لهذا البيدق والان نايت انت دي 6 يقول مستر تال ان هذه النقلة التي لعبت من قبل كاربوف اللي هي بيشب B7 هي نقلة جيدة جدا وقرر ان يتخلص من هذا الفيل لان الفيل دا ما بيعملش حاجة وان الحصان دا اقوى بكثير من هذا الفيل لو تم التكسير وقالوا اوبشنات يعني قالوا اختيارات قالوا ما ترى لو نايت دي 5 اتلعبت بدل بيشب B7 لو نايت دي 5 اتلعبت بص خد بالك كل التحليلات دي يوافق عليها الكمبيوتر واحنا سنة 1978 لا فيستوك فش ولا الفا زيرو ولا اي حاجة من دي والناس بتجيب تفريعات قسما بالله الكمبيوتر بيدوخ عشان يجيبها بيقعد شوية يفكر عشان يطلع احسن نقلة قالك نايت دي 5 مش حلوة عشان عليها بيشب تيكس بون تيكس كوين اي 3 والابيض هنا افضل لان خلاص انت عندك بدأ معزول اي انت كمان عندك بدأ معزول وانا حساني دي جامد جدا والفيل دي بيبص للفراغ ما بيعملش حاجة طيب لكن نايت سي ايت واسمع بقى تحليل التال والتحليلة المضادة لها من قبل افر افرباخ مين فاكر افرباخ اللي حكيت قصته اللي كان ماسك حاجة كبيرة في الافر في الاتحاج الدولي للشطرنج ووقف مع تاربوف ضد كوروشنوي وكوروشنوي قال في حقه كلمتين وحشين وقال لك انا كسبت عدو جديد بس مش مشكلة ما عادش فارق معايا لو ما تعرفش القصص دي ارجع للجزئين بتوع القصة نايت سي ايت انا عايز اتخلص من حصان الجامد نايت سي ايت منطقي تعال بيقول ان دي ناتشورال وجميلة يتلعب عليها الروج تيكس نقلة في منتهى القوة وبعد ما يأكل queen اي تتري هات القطعة لا يمكن حماية القطعة بزيادة من خلال stream 7. على شان الحصان مغطي وايضا الأكلة دي فاشلة عشان بكش teammate واخد وزيرك يعني باكمل بكش threatening احمل ايه؟ قالك камشي من وشه أكل قطعتي تاني هات وزيرك والان ital يقول مفيش باقي انجن وفيش الكلام ده كله قاعد يفكر بدماغه تال يقول زي كوين اي سبن دلوقتي يتلعب طبعا دي بلندر يتلعب عليها نايت اف فور وبعد ما يرجع يرجع وعايز يديلو كاشلا يا عم الكلام ده جامد قوي يقوم افرباخ يقول له ايه على شكرا تال انت اوفر قوي وبتقول حاجات غريبة كوين اي فور هي النقلة السليمة وفعلا النهاردة احنا في عشرين تراتة وعشرين افرباخ ده كان جي ام جامد يعني بجانب شغله الاداري في الشطران جوا كان جي ام جامد جدا وقال ان كوين اي فور هي افضل نقلة في هذا الشكل وعليها نايت اف فايف اللي انت بتقول عليها جامدة كوين دي وان بكش والشكل تعادل كلمة تعادل اللي طلع من بوقه دي اسفار على الانجن قدامنا اسطورة اوكي فبشيب بي سبن لعبت في المباراة في الاخر وعليها نايت تيكس اخد الفيل الجامد لان الفيل برضو مزعج على هذا الوطر يمكن شوية اكله اوكي بعد ان اكل اكل لعب الان كوين اي ثري جدير بالذكر ان حاجة زي بشيب تيكس مش حلوة عشان نايت تيكس روك تيكس كوين تيكس في الاخر زي ما انت هتاكل هنا انا هاكل بكش والشكل يعني اسفار ان لم يكن افضل قليلا من الاسود فكوين اي ثري مزيد من الضغط ها هنا وحماية هنا وحماية هنا كينج اي تش ايت ما تكلش بكش لو سمحت والان روكسي وان بياخد الفيل المفتوح وبيهدد روكسي سيفن طالبا هنا وطالبا هنا نايت دي فايف ممنوع تنزل سبعة كوين اي فور ربطوا كوين دي سيفن فك الربط يعني ايه ربطوا يعني الحصان ما بعفش يتحرك لو تحرك ناخد الوزير كوين دي سيفن فك الربطوا والان بيش بي ون لو الحصان ده تحرك حديك مات في دماغك متكلم بسكو بحسن من كده يا جدع انت فيه طب خلاص ماشي انا اسف كوين بي فايف بيقولك ان الكاربوف هنا بيحاول فقط ان يحدث اضعافات فكوين بي فايف نقلق جامدة جدا لنقوله على الانجن هات البي دا يتم دافع البي دا والان كوين دي سيفن طيب فيه حاجة عايز احكيلك عنها فيه نقلة في منتهى الافترة هنا بس فيها ثقب شطرنجي النقلة هي بشيب دي سيكس تعرف ان النقلة دي جامدة جدا بس فيها عبر وفيع يعني مثلا لو انت كالت الفيلد طبعا الفكرة ان انا هعيزك اضرب فيه الفحصان اللحم المات وبعدين اديك مات ولو انت كالت فيه نقلة عبقرية جدا كيش ياكل كيش يرجع والله العظيم اه قسما بالله طيب لكن للأسف عليها كوين تيكس ولا عبرك وبعد روك سي سيكس ان الفيل متعلق نايت سي سيكس نايت سي ثري هات الوزير وهات الفيل ينهر اسود روك تيكس اضطر ضحي طب افرد اكل اكل بكش وكسر وزراء طب ياعم حتى كده الفيلين احسن من الرخ الابيض المفروض يكسب خد بالك ان الابيض خسرا بدائين يعني الاسود معه بدأ زيادة على جناح الملك وبدأ زيادة على جناح الوزير مش بس كده تاكتيكيا الابيض احسن الاسود احسن لان فيه كشة دلوقتي جاية واخد الفيل لو تحركت بالفيل مثلا بمنتهى الهدوء هكذا العب اي فايف وهذا الفيل على وشك ان يحبس مثلا لو لعبت كينج اف 2 مطورا ملكك اطلبك تمشي اطلبك خد بالك ما بيمشيش في اي حتة ترجع والان كينج جي ايت الفيل اتحبس ولذلك افضل نقلع الانجين في هذا الشكل بعد اي فايف هي اي فور بفرد انا كالت اه بس على اقل الفيل يعرف يرجع يعني لما الروخ تمشي الفيل يعرف يرجع يا سلام او يرجع من هنا في هنا طب والبداية اندول هيعمل فيهم ايه يبقى ليسود بيكسب طفوق ثلاثة اوكي ولذلك بيشب دي سيكس هنا لا تعمل بي فور لعبت وعليها كوين دي سابن ومش عجبة هم او كوين دي سابن بقولك كان الافضل بدام انت دفعت البيداء اننا اعمل بقى اضعاف على هذا البيداء بحاجة زي اي فايف لكن هنا بيشب دي سيكس تشتغل لان مافيش كوين تيكس هنا وعليها كينج جي ايد بمنتهى الهدوء بيشب تيكس كينج تيكس تاكلها هنا نايت اف فور كوين سي فور والشكل صفار اوكي كوين دي سابن لعبت وعليها كوين دي ثري طبعا عشان يبتعد عن هذا التهديد في اي لحظة كوين دي ثري كوين اي سابن كينج اف تو والان اف فايف بيقولك على نقلة اف فايف دي نقلة جديرة بالدراسة وانتريستنج موف لانها لعبت في ضغط الوقت وتجعل الامور اكتر حدة يعني شارب بلاي لو انت لعبت غلط ممكن تتعور وانت وقتك بدأ اي دي احنا في النقلة رقم سابعة وتلاتين جي تيكس اف تيكس روك اي وان هات الوزير كوين اف سيكس بيشب اي فايف هات الوزير كوين ايش فور بكيش رجع غطة رجع تاني والان لعب افضل نقلة روك ايش وان والان احنا في النقلة رقم اتنين واربعين على كاربوف ان يكتب نقلة يضعها في ظرف ويجي بكرة ينفزها على الرقعة اللي انا قلت ده اسمه the sealed move او النقلة البيتة او ال adjourned move لو سمحت وقف الفيديو وفكر ما هي النقلة التي لعبها كاربوف ووضعها في ظرف ويلعبها اليوم اللي بعده طبعا اللعب ده بيروح ويقعد مع الجي امات بتوعه صحابه يدرسوا الشكل لحد اليوم اللي بعده وكذلك الفريق الاخر يعني كاربوف هيقعد مع الاسطول اللي جاي بيه من الاتحاد السوفيتي يحللوا هذا الشكل بينما الغلبان الثاني عم كورشنوي يجلس مع الاثنين ثلاثة صحابه الجي امات اللي على قدهم الانجليز ويعني يحللوا الشكل برضه طبعا مستوى التحليل مختلف تماما النقلة التي لعبت والتي لم يضعها كورشنوي وفريقه في الحسبان نايت ايج فايف الاولى على الانجين تاربوف برضه يجد عم مش سهل بطل عالم مدة طويلة طبعا ما الفكروا في ايه فكروا في نقلات خيبانة زي نايت اي سيكس مثلا قالك عليها بشب اي فايف والحسان يتحرك ياكل ولا بيض بيكسب يا راجل يعني هو هيعمل لك كده يعني طيب فكروا في ايه تاني قالك فكرنا في كوين جي فايف بشب ايج فور كوين تيكس وانكسر ويبقى عندنا فيلين جمدين جدا مقابل حسانين الابيض مع تفوق واحد ونص في هذا الشكل نايت ايج سيبن هي التي لعبت اقوى حاجة ليه لانها حسان تحرر ورايح لمربعات جمدة جدا يعني الوضع مش سهل ابدا بيشب اي فايف هات الوزير كوين جي فايف والان سقف البيدق وعليها تم اعطاء كيش كينج جي ثري اصلا بيقولك ان كوروشنوي بعد ما شاف النقلة بتاعت نايت ايج سيفن صرف له بين 40 دقيقة انت متخيل قعدة 40 دقيقة بيفكر يشوف هيعمل ايه في النقلة اللي ما ذاكرهاش في البيت دي يتحرك الحصان ضروري لان كان فيه مات مهددة والان الرخ تتحرك عاوز يمشي بالملك ويضغط بقى على مربع الجي سيفن تتحرك الرخ ودي مش عجبهم قوي بيقولك انا معرفش ده كاسباروف بقى وهو بيحلل المطش بقولك انا معرفش مدى عمق التحليل اللي فريق كاربوف عملوا في البيت لكن كوين اي ثري كانت نقلة في منتهى القوة عاوز الرخ وعاوز البيادة ولما الرخ تتحرك ينتش بيدا ويضغط على التاني يمكن كان يبقى عنده فرص دفاعية جيدة جدا في هذا الشكل لكن روك اي ايد هي التي لعبت بدلا من كوين اي ثري بيشيب اي فور حرق كمان بتاع نص ساعة على هذه النقلة عم كورشنوي وهي الاولى على الانجن والوحيدة على ستوك فش التي تعطي تفوق واحد ونص اي حاجة تانية صار تخيل ايه هو جامد بيشيب اي فور ما عندهش اي مانع انك تاخد منه امتياز الفلين بس خلاص الشكل بقى مكسب اجباري لو الحسن ده تحرك مثلا هنا فكينج اي تش فور واخد بالك ان الملك مفيش ولا كشة لا كشة هنا ولا كشة هنا ولا كشة هنا كل حاجة متغطية ولو انت حاولت تحمي هذا المربع بديك فيل في بيدا على اي حال وديك متات واو ولذلك الفيل لا يمكن ان يتم لمسه نايت هات الوزير يتحرك الوزير والان روك سي 8 كينج ايج فور تعالى نكسر للخاخ وكوين جي ثري تلعبت ايضا تحدثوا عن كوين جي 2 وانها افضل كنهاية بص مثلا هذا الموقف روك ايج 2 والان نايت تيكس ايه اللي يمنعني ان انا اخد الرخ دي يعني الوقت انت مثلا هو الراجل ما كالش الراجل اخد الفيل الاول طيب خلاص معاي فرق قالك لا فرق مين ده هينط هنا يطلب رخة تعادي بصوا الماد دي ماد بحصانين في نص الرعاة في حتة من الرعاة انا ما شبت الشطرنج ده قبل كده يعني شطرنج غريب المهم كوين جي ثريت لعبت والان روك تيكس كوين تيكس كينج جي 8 لسه المصايب جاية لسه 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 اصبروا علي ادالوا كيش وهنا كان افضل نقل يرجع هنا لكنه طلع هنا بص على بار التقييم يلا ايه عايز ايه متات كربوف هياخد مات اجباري يلا وريني كيش ممتاز كينج جي 5 هب بار التقييم رجع سفار في ضغط الوقت لم يستطع كورشنوي ان يجد بشب اف سبن بش بشب اي فور وعليها كيش 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 مات مات اجباري في سبعة ما شف هاش يعني كينج اي سيكس اعطاه كاربوف معروفاً وبعد كيش ميشي رد له المعروف ببيشب اي فور نايت تيكس اف تيكس كينج تيكس والان الشكل صفار يا ولدي صفار عارف ان انت ممكن تكون زهقت لكن انا لازم اوريك اللي بيحصل بص بص على كورشنوي عمل ايه في هذا الشكل جي سيكس لعبت الان مين اللي حامل بيدق ده الحصان ضغط على الحصان هو يتحرك الحصان بفكرة انك لو اجلت البيدق فاكر ان معاك بيدق زيادة هيدي الكيش ويأخد البيدق بتاعه تاني جديد بالذكر ان هذا الفيل لا يؤخذ لان جي سيفين البيدق مش بيتلحق يعمل ايه كورشنويه يخش بالملك واحدة لو دفعت البيدق هاكل حصانك اه لو آه كالت بيدق في بيدق هاكل حصانك هذا البيدق لا يمكن المساس به وهيبقى وزير نايت اي ايت دي فايف هتلحق ده لا هتلحق ده ما صايب أوكي فهتدخل على الملك واحد نقلات قوية جدا في النهايات نايت ايتش فور والان كينج دي فور هات لو سمحت الحصان لو دفي على البيدق بشب اف ايت البيادق دي ستسقط واحد في الثاني والبيدق ده هيبقى مجرم تفوق خمسة للأبيض هذا الذي دفع مستر كاربوف ان يترك الحصان مضطر يسيب الانهار ازرق ده كده كروشنوي مع قطعة جاملة زيادة يا ترى ده هيكون اول فوز في هذه البطولة اخد البيدق دفع البيدق رجع يحمي جدير بالذكر انك لو كالت كالت بهذا الشكل سوري لا تكن بالبيدق خلاص انت بتكسب بسود ببيض خلاص انتهت ليه لان البيدق ده هو اللي بيرقي لو البيدق كنار مش بيرقي نتيجة ان المربع ده عكس لون الفيل لو ما تعرفش الكلام ده تجده في تلسلة ميت نهاية شطرنجية متاحة لمنتسب القناة طيب خلينا نكمل تينج سي فور والان نتش بيدق من البيدق اي فور مثبتا هذا البيدق بعيدا عاوز يدخل وينتش بيدق منهم وبالك نتشة البيدق ده خطر ليه؟ عشان حمشي وادفع التاني يبقى وزير اخد البيدق التاني كمان والان كينج بي ثري الوحيدة التي تتعادل مجبرا اياهو على دفع البيدق لان لو ده تاخد يعني لو انت عملت كده مثلا وانا خدت ده ده خطر جدا هيمشي وهيدفع البيدق بقى شكل تعادل تعادل رسمي ايه ده؟ هو اصلا مش تعادل اسبر وهوريك حاجة عظمة تيتس يا جدعان يا جدعان اللي عارف الشكل ده عارف ان هو تعادل ليه؟ لان البيدق ده هينتهي ترقيته في مربع عدس لون الفيل ده مش مكسب مكسب ازاي هقولك هو باللعب الصح مش مكسب انما لو غلطت غلطة تخسر هوريك ازاي طبعا هو حبسه فركن وعاوز يجيب الزجزوان جاية اللي هي ان انا حط الخصم في وضع اي نقلة يلعبها يخسر بي فايف لعبت وبيشب بيفور اتلعبت لان دفعة البيدق كانت تهديد فيه التهديد مش هينفع تفهمه دلوقتي بس دفعة البيدق دي لو اتلعبت لو انا لعبت كده مثلا دفعت البيدق وانت كلته جديد بالذكر الاخر دي ما عددتش خطر عشان البيدق ده بيجري فلازم تدفع البيدق دا قاوت عشان تلحق ده تيجي تلحق ده توقع ده وشكل السفار فده ده تعادل قمال المكسب هيجي ازاي هقولك قفلت الطريق وبص دي اخد علامة تعجب النقلة دي اخد علامة تعجب بص اه طب ليه اخد علامة تعجب يعني ليه مثلا مش كينج اي سابن بص بقى كينج في وشه كينج اي سيكس في وشه يرجع ادالو كيش يرجع يحبسه ستيل ميت الان للاسود وعليه ان يدفع البيضة فتاكل فيدفع فتدفع فيدفع فتدفع فيجيب وزير فتديله مات شفت ان الشكل ممكن يتكسب بهذه الطريقة الثعبانية ازاي ولذلك كينج سي سيكس هي نقلة سليمة انا مش هخش هتحبس في زجزوانج هنا انا هطلع بره حرر نفسي وفضروا بقى يلفوا حوالين بعض طول الطريق مدة طويلة كل واحد بيحاول يعمل حاجة يعني انا قلتلك الزبد قلتلك اللي نفسك تسمعه بس المطش ده هيفضل ماشي تعادل وبيسخفه على بعض الحاد ما تسقط البيادق وتنتهي القصة خلاص خلاص مفيش اي حاجة مطش طويل مطش 124 نقلة خلاص تعادل تعادل اسكتوا بقى خلاص طيب 124 نقلة انا جايبه لك ليه لترى قوة كورش نوي كورش نوي قوي جدا في الافتتاح في الميدل في الاند كورش نوي كان هيدي كاربوف مات في سبعة لولا ضغط الوقت كورش نوي كان بيجيب فكرة عميقة جدا في النهايات هنا وكان لو كاربوف غلط كان ممكن يديله مات بزجزوانج هخكيلك بقى قصة وتفاصيل هذه البطولة مع المباراة رقم 8 اشمعنا رقم 8 دايما بيختروها هقولك الحلقة الجاية اتمنى يكونوا ببساطة واستمتعت بها دي الحلقة وشوفك ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة